داخل السوق يعطيك العافية بداية أسامة يجب أن نبارك للسوق هذه الخطوة التي ستضيف إلى المتداولين والمطلعين طبعا ميزة جديدة أدق وأصح حدثنا عن نهاية الجلسة كيف بدت لأن الأرقام لا أريد أن أعتمد ما لدي من المصدر أنت أدق تفصيلا في إعطاء الصورة كيف كانت التداولات هل تحسنت القيمة وكيف مرت على السوق الكويتي أولى جلسات هذا النظام تفضل أنا سأبدأ بالجزء الأول كيف كانت النهاية طبعا اليوم كما شهدنا ولادة نظام جديد شهدنا ولادة نهاية جديدة اليوم اختفت العروض المصطنعة والإغلاقات المصطنعة التي كنا دائما ما نتحدث عنها وكانت تغير كثيرا من أسعار الكثير من الأسو اليوم فيها قبل دقيقتين من دق الجرس تم إيقاف التداول وأجري مزاد ثم مرت السفقات بأسعارها الجديدة دون أي تدخل ودون أي إغفالات مصطنعة كتلك التي كنا نشير إليها دائما بالتالي هذه أيضا جزء جديد يضاف إلى شفافية السوق والقضاء على بعض سلبيات أغلق السوق طبعا متراجعا على مؤشرين لكن مؤشر السعري حوالي 70% من النقطة والمؤشر الوزني حوالي 23% من النقطة يعني تراجعات طفيفة ومؤشر كويت 15 نقطة ونصف النقطة على مؤشر كويت 15 الذي اليوم هو أول يوم له في التداولات تراجع بنك الكويت الوطني وتراجع بنك برقان وسعدت أجيلتي وكانت زين قد صاعدة وكان بيت التمويل الكويتي ظل صاعدا لكن كما عشرنا القيم كانت قليلة والتداولات أيضا وكميات الأسعب متداولة كانت قليلة الوطن الوحده فقط هو الوحيد الذي تجاوز المليون سهم الصفقات كانت 2079 صفقة و71 مليون سهم طبعا نحن كنا في الأيام الماضية نتحدث عن 600 مليون وال700 نقترب من المليار أحيانا اليوم 70 مليون أعتقد أنه رقم شديد التدني والسيولة أيضا متدنية 8 ملايين و400 ألف طبعا هذا يعود إلى أسباب مختلفة سأناقشها مع ضيفي بعد قليل لكن المهم في تداولات اليوم أن المولود ولد وخرج إلى النور تعثر وارتبك وكانت هناك خلل وربما ارتباكات هناك غابت عن المعلومات نظرا لاحتجاب الموقع السوق على الإنترنت لكن في النهاية تم الاستعاذة بموقع بديل وعادة وستطعنا أن نقرأ بعض التداولات يعني هناك البعض يرى أن اليوم الأول كان ناجحا أن النظام ولد وطبق وصار بشكل متباطئ والبعض آخر قال أخذ أو سجل بعض المآخذ على التداولات رأينا في تداولات اليوم شيئا من الارتباك حتى في شريط السفقات كانت السفقات تمر أحيانا ضعيفة للغاية ثم تنشت فجأة ثم تتباطئ إلى مستوى يقترب من الوقوف وأعتقد أن ذلك مرده البعض قال أن بعض الوسطاء لم يكنوا قادرين كانت هناك أوامر شراء تتغير إلى أوامر بيع عند إدخالها إلى الأمر البعض اشتكى من أن كمية الأسهم المعروضة لا تتأثر حتى لو تم الشراء منها يعني المعروض كله يضاف لدينا مليون سمعروض وجاء شخص واشترى رمع مليون يظل المليون على حاله دون تغيير هذه من الشكاوى التي استمعنا إليها من المتداولين ومن الوسطاء في السوق المهم أن التداولات كانت تمت بسلام وأعتقد أن غدا وبعد غدا وبعد غدا قد نرى هذه المشاكل لكنها أعتقد ستتناقص بالتدريج ويسرني عن استضيف مرة ثانية كما استضفناه في الافتتاح نستضيفه عند الإغلاق السيد أحمد الدويسان المدير عام لشركة الرباعية للوساطة وأريد أن أسأله السؤال الأول كيف وجدت تداولات اليوم أحمد صورة بدون أي رتوش حقيقة كانت اليوم الانطلاقة هي انطلاقة جيدة ولكن أنا أعتقد أن هناك كانت بعض المشاكل التي واجهت شركات الوساطة هناك شركة الوساطة عانت من انقطاع في خطوط الأنترنت ولم تكن تعمل في الثلثة الأول من تداول ولكن تم إصلاح هذا الأمر كان هناك بعض من الاختلافات بفروقات الأسعار وخاصة بالنسبة للكميات وإلى آخرين من هذه الأمور أعتقد أن موقع سوق الكويت أولاق المالية الرسمي البديل وهو الجديد لم يكن كذلك يعمل في أول ثلثين من الساعة وتم التحول إلى النظام الكارس القديم وتم العمل فيه انخفاض القيمة النقدية اليوم إلى ثمانية مليون دينار كويت هو أمر متوقع حقيقة للأسباب التي ذكرت هناك فيه خوف من قبل المتداولين هناك فيه ربكة من قبل بعض الوسطاء أنا أعتقد أن حتى بالنسبة للمصدر الرئيسي لتغذية المتداولين بالنسبة لعملية التداول وحتى بالنسبة لأسعار لسهم هي لم تكن متواجدة وأقصد بها ذلك موقع سوق الكويت أولاق المالية لخارج مبنى البورصة فكل هذه الأمور أنا أعتقد هي ساهمت حقيقة في انخفاض القيمة النقدية ولكن نحن نتحدث عن الإيجابية الجميلة في هذا الموضوع بأننا انطلقنا في هذا النظام ولكن نحن لازم نرفع بتقارير إلى سوق الكويت أولاق المالية لحصر كافة المشاكل لتلافيها في تداول اليوم القدم اليوم انتهى حفل الافتتاح وانفض السامر وأعتقد غدا سنارة تداولات وسيكون الوضع أهدأ على الأقل سيكون التركيز الإعلامي قد هدأ بشكل كبير هل تتوقع تحسنا أم استمرارا أم مزيد من هذه المثالب التي رأيناها اليوم أنا أعتقد أن الممارسة في عملية التداول اليوم تختلف عن ما كانت عليه من خلال التجارة الوهمية اليوم هو تجربة حقيقية وتداول حقيقي فإذا أنا أعتقد أن بدأ الوسيط بعملية التقبل في دخول في البيع والشراء لهذا النظام كذلك بالنسبة للعميل وخاصة للعميل هناك بعض من الشكوك في عمل التداول وخاصة ما يتعلق بالعمولة العمولة قد يراها العميل بأنها عمولة مبالغ فيها من خلال عمولة الشركة الكويتية المقاصة وحتى بالنسبة لعمولة السوق في عملية إتمام أي صفقة لكن نقول أن التداولات أصبحت جيدة من خلال الثلث الأول مقارنة بالثلث الأخير الثلث الأخير شاهدنا فيه ارتفاع بالوتيرة التداول اليوم القيمة النقدية أنا أعتقد في هذا الأسبوع أسامة خلنا نكون واقعيين في هذا الأسبوع لابد عدم نظر إلى القيمة النقدية وحتى بالنسبة لكمية لننظر في هذا الأسبوع على الأقل إلى المشاكل التي حدثت في هذا النظام وحل هذه المشاكل حتى تكون انطلاقة سرق صليحة في الأسبوع القادم إن شاء الله وأنا أريد أن أسألك بشكل خاص عن مزاد اللحظات الأخيرة اليوم والأول أيضا مع السوق كيف وجدته؟ يعني أنا أعتقد أن نجاح المزاد أتى بثماره وخاصة فيما يتعلق بالقفالات الوهمية يمكننا نشوف في النظام القديم نظام الكاتس السوق يكون 20 نقطة باللون الأحمر فجأة نشوفه في آخر ثانية هو موجود بالـ 15 نقطة باللون الأخضر لكن اليوم ما هذا الحدث؟ إذا نظرنا إلى المؤشر السعري كان هو ثلاث نقاط نازل لكن في المزاد أصبح إلى فاصلة 7 من 10 لننظر إلى كويت 15 كويت 15 كان تقريبا 1.9 من 10 بالانخفاض وأقفل على 1.9 من 10 بالانخفاض لم تكن هناك قفالات وهمية حتى كويت 15 اليوم يعطينا مؤشر جيد بالنسبة للقيمة المتداولة للشركات الـ 15 استحوذت على تقريبا 60% إذا قلنا اليوم القيمة النقدية تقريبا 8 مليون نحن نتكلم عن تقريبا 4 مليون هي راحت لكويت 15 أو لشركات كويت 15 فإذن هناك إيجابيات نعم هناك سلبيات لا نستطيع إخفائها ولكن أنا أعتقد أن خلال التغارير التي سوف ترفع إلى دار السوق من قبل جميع المشاركين في هذا النظام سوف يتم تلافيها لانطلاقة يوم جديد إن شاء الله بإذن الله بيوم الغد وأنا أتوقع أن المشاكل سوف تكون موجودة سامن سنتكلم بالواقع المشاكل سوف تكون موجودة وهناك أمر آخر مهم جدا وهو مطابقة الأوامر المنفذ لشركات الوساطة مع كشوفات الشركة الكويتية المقاصة التي سوف تصدر لاحقا ومطابقة الأسعار كانت صحيحة أو لا هناك أيضا نقطة أريد أن أتحدث معك فيها حتى مع اعتبار أن اليوم هو اليوم الأول وهناك ترقب لكن اختفت الأوامر المليونية الكبيرة والكميات المليونية خصوصا على الأسهم الصغيرة والأسهم المضربية وغيره هل نستطيع أن ندرج ذلك أنه من حسنات النظام الجديد أم أن ذلك سابق لا أولا أنا أعتقد أن من الصعوبة ومن الظلم أن نبدأ بتقييم تجربة النظام الجديد في يوم واحد أنا أعتقد أن هناك كان الكثير من الروح الموجودة لدى المتعاملين بعدم الدخول في السوق الكويتي خلال هذين اليوم وحتى من ثالث يوم ويريدون النظر إلى ما هي التداول وأسلوك التداول وأسلوب التداول ونهج حتى هذا النظام في عملية تقبل الأوامر في البيع والشراء أنا أعتقد أنه هو الامتناع امتناع نفسي وامتناع هو لن يطول أمده أنا أتوقع منذ الأسبوع القادم أنا أتوقع أن يكون فيه تداولات يمكن أن هناك أمور جيدة صارت في هذا النظام بأن هناك رقابة آنية لعملية الترنوفر المصطنع وهذه هي نوعا ما قد تقضي على التداولات الوهمية التي ترفع المؤشرات لمستويات قياسية غير حقيقية سرعان ما تكون هي في انخفاض دائم بالسوق الكويتي ويؤثر على السوق الكويتي إن شاء الله نحن نقول أنه لداية أسبوع القادم إن شاء الله بدنا الله تعالى سوف نشاهد قيم أعلى وكحتى كميات أعلى نقطة أخرى رأيت بعض الأسهم تصعب بيئة اللون الأخضر مثل سهم نابسكو تحديدا وهو تم التداول على سهم واحد أنا أريد أن أسألك هنا حول هذه النقطة يجب سهم واحد أن يؤثر على المؤشر مؤشر قطاع بالكامل طبعا نابسكو يمكن هو له تأثير على المؤشر الصعري لأنه يكون له تأثير على مؤشر الكويت تفتين ولا لأنه يكون له مؤشر على الكويت الوزني فأعتقد أنه هو سهم أو يعني مليون سهم هي تخطع لعوامل السوق للباع والمشتري وأنا أعتقد إذا كان هناك من يهتم في مثل هذه الأمور أن تكون هناك عروض حقيقية وحتى بالنسبة لطلبات حقيقية حتى تساهم في إغفالات صحيحة وحتى تساعد على نوعية المؤشر المؤشر السعري كما نقول لك يا أخوي سامة يختص بقياس التداول اليومي للمضاربين ولكن لننظر إلى المؤشر الوزني وكويت تفتين لن يتأثر ولم يتأثر بهذه الشركات التي حتى لو تتداولت مليون سهم ولا يسمى سهم واحد هذه نقطة وهناك نقطة أخيرة وسمعتها من بعض المتدولين أنهم أرادوا إعادة تصميم شاشات السوق بحيث أن تكون الشركات المدرجة تحت كل قطاع متتالية وليست كما هي في النظام السابق متفرع حقيقة انتفاجئنا لأنه كان في النظام السابق بأن تكون كل قطاع تحت مثلا مؤشر يقيس هذا القطاع وحتى بالقيم المتداولة وحتى بالنسبة لكميات المداولة لكن اليوم شفنا أن الأسهم كلها والشركات كلها مع بعض بدون أن تكون هناك بعض الفواصل التي تفصل قطاع عن قطاع وأنا أعتقد أن هذه من الملاحظات التي سوف نتقدم بها إلى سوق الكويتة وراغ المالية لحلها لتداول اليوم الغد هذه مشاكل أنا أعتقد هي مشاكل سهولة بالحل لكن أنا أعتقد أن ما كنا نتوقعه من الأسوأ أنا أعتقد لم يكن موجود ولم يكن حاضر في تداول اليوم وهذا هو الأفضل في تداول سوق الكويتة وراغ المالية شكرا لك سيد أحمد أنت المدير العام للشركة الربعية الله أخير سلام ورحيكم شكرا كما استماعتي رولا اليوم كان هناك يعني كثير من المشاكل الفنية البسيطة وليست مشاكل معقدة أو شيء هناك مطالب وهناك أيضا بعض الخلل الذي حدث فيه أوامر البيع والشراء وغيره لكن أعتقد أننا ربما في الغد إن شاء الله سنرى صورة أفضل بكثير مما رأيناه اليوم والأهم أن اليوم أن النظام ولد وعمل وصار بشكل مقبول للغاية شكرا لك أبروك علينا بالأول أكيد أسامة على الأقل الآن لن تكون قراءتنا فالص وكما كانت في الأول شكرا لك أسامة